عملها فرح في دبي على الطريقة المصرية وشايف انها ملكة الكون لما تجوزته سب كل المصريات والخليجيات وتجوزها هي وقصة الحب اللي بينهم كان لازم يتوجوها بالجواز على صنة الله ورسول قصة مصر يتجوز في البنية وفيديوهات فرحهم خلت كل مصر بيحسدوه ونفسهم يعملو زيه فيطارة من محمد ومارجريتا اللي قصتهم شغلت بال الجمهور مفاجأة لللي بيعملوه على التيك توك الكل فاكر ان المصري لما يتجوز جنسية أجنبية وخاصة لو غير عربية مش بيكلف مليم والعروسة من دول بتاخده بشنطة هدومه ويبقى مالك زمانه لا دفع شبكة ولا مهر ولا عفش ولا كافش شيء هو في حالات جواز فعلا العريس المصري هو اللي بيكون المستفيد وبتكون فرصة عمره وفي اللي بيحب البنت دي وبيتحدى كل الظروف علشان يتجوزها بغض النظر عن جنسيتها ايه وده اللي حصل مع الشاب المصري محمد إبراهيم اللي اتجوز الفلبينية مارجريتا محمد ومارجريتا كانوا دايماً بيشاركوا الجمهور كل تفاصيل حياتهم على التيك توك بداياً لما عارفوا بعض وكانت في نسبة كبيرة جداً من المتابعين شايفينهم ليقين على بعض وحبهم لبعض باين جداً وفرحانين بعلاقتهم دي وكل شوية يسألوهم الفرح امتى لكن محمد من كتر التعليقات دي ان يتجوز ببلاش ويابخته ما دفعش مليم ولا تكلف حاجة مزي المصريين لما يتجوزوا مصريات وكانوا بيقولوله أبو بلاش قطر منه وده لما نشر فيديوهات فرحه اللي كان مصري من العيار التقيل وتزفع الفلكلور الشعب المصري والمزمار زي ما يكون في مصر بالضبط وكرر ان يعمل الحاجة اللي تشرفه قدام نفسه قدام مراته مارجريتا ورقصه سلوه وشالها وسط المعازيم وكل واحد قال للتاني كلمة في المايك علشان تكون ذكرى حلوة بينهم محمد بقى ظهر في فيديو ورد على متابع لي وقال له مين قالك اني أخدت حاجة ببلاش او مش من حقي أنا عملت حاجة نفسي مش لحد وفرحي ده عمله في دبي مش في مصر وأظن كلكوا عارفين لما فرح زي ده يتعامل في دبي هيتكلف كام محمد ما بخلش على نفسه ولا عشان في الغربة ومش حواليه أهله وحبيبه فيتجوز بمجرد كاتب كتابه بس ورغم انهم بيشاركوا الجمهور كل التفاصيل ونشروا فيديو ليهم وهم بيتصوروا سيشان قبل كاتب الكتاب وفيديو تاني على شهادة جوازهم ولكن اللي كان بيحلم بي يعمله في مصر عمله فرحه وما كانش يعرف اني نصيبه هيكون مارجريتا الفلبينية كتير بتتعرض مارجريتا للعنصرية والسخرية وكتير بتتجاهل التعليقات السلبية دي زي ما محمد بيطلب منها فكانت دايما بترد بالعربي وقالت مثلا هذا ما قلته بغض النظر عن عرقنا فنحن جميعا متساوون وليس هناك من هو أكبر من الله مهما كان وضعونا الآن في هذه الدنيا فلا فائدة منه عندما نصل إلى الرحيل زوجي دائما يقول ليلي تبحثي عن السلبية لكن بعض الناس قاسين جدا في تصرفتهم من كام يوم مارجريتا نشرت فيديو لاختبار الحمل وكتير من الجمهور كان مبسوط ليها وبيضع لها والبي بيجي بالسلامة متابعين كتير اللي هم تعليقات بتكون إيجابية وشايفين إن دمها خفيف وضحكتها حلوة ومختلفة وفارفوشة وبيقولوله يا بختك بيها وبيحسدوا عليها وده ردا على أكتر من حد بيقوله بكرة تندم يا جميل ويحصل لك زي ما حصل لي بعد عشرين سنة لكن هو بنفسه رض عليهم وقال لهم ما تعلقوش فشلكوا في حياتكو الزوجية على زواج الآخرين ومش لازم علشان زواجكو فشل يبقى أنا كمان هفشة خاصة إن محمد ومارجريتا متفاهمين جدا ودايما بتشكر ربنا إنها تجاوزتو ومش مصدقة لحد دلوقتي مارجريتا كمان اتحجبت بعد جوازها من محمد وبقت تظهر وهي لبسة محتشم وده فرح الجمهور جدا ده غير إنها بقت بتتكلم عربي شوية وبتعمل الترندات العربي على التيك توك وتقلت صوت قرعون مشاكل في حواراته كمان ورغم رفض الرجالة مصريين كتير الزواج من أجنبيات وإن مفيش بعض البنت المصرية اللي تفهموا ويفهمها وعارفين عادات وتقاليد بعض ولكن لو جت لهم الفرصة إنهم يتجوزوا من أجنبيات أكيد هيعملوا كده وكل واحد هيكون لأسباب مختلفة عن التاني تنجح أو تفشل الجوازة إلعاب مش في الجنسيات ولكن بيكون في الأشخاص وإن مفيش توافق بينهم زي ما مصريين كتير بيتجوزوا ومش بيكملوا وبتحصل كتير ولا أنتوا رأيكوا إيه؟ شاركونا في التعليقات